السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبابة الله وسنواته ويعملين ايه وربكم اخياء دايما وفحسن حال اللهم امين بعد ما خلصنا الفيديو اللي فاد بتاع الخلاصة والزاتونة بتاع الوراسة في عشرين دي طلبتوا مننا ان احنا نعمل فيديو بغضو خلاصة كده للتصنيف وانه هذا ان شاء الله نعمل يعني اللهم علينا ما ينفعنا وانفعنا بي معلمتنا وزيدنا اللههم علما وعملا متقبلا اللهم امين في التصنيف عندنا بدأ باسس للتصنيف اسس للتصنيف الدرس دا خدنا فيه اهم حاجة اللي هي التسلسل الهرمي للتصنيف يعني التسلسل الهرمي للتصنيف قال لك عشان نصنب في الكهنة الحية دي بنقسمها في ممالك وبعد كده الممالك بنقسمها ايه لشعب بعد كده طواقف بعد كده ردة بعد كده عائلة بعد كده جنس بعد كده نوع يبان عندي مملكة دي اكبر واحدة المملكة اكبر واحدة المملكة تضم كذا شعبة والشابة تضم كذا طائفة والطائفة تضم عدد كبير من الرتب والرتبة الوحدة تضم عدد كبير من العائلة والعائلة الوحدة تضم كذا جنس والجنس يضم كذا نوع من اللي انا بقوله ده الاقي المملكة اكتر حاجة في عدد الكائنات واقل حاجة في اشتراك الكائنات مع بعض في الصفات يعني ايه؟ لو انا قلت مثال مملكة حيوان الحيوان مثلا قلت الخرطيت والحوت طبعا بتضمهم لان هي مملكة حيوان ولكن لو قلت الاشتراك هل دول مشتركين في حاجة؟ دول مثل بعض لا مثل بعض فهنا اكتر حاجة في الكائنات هي المملكة بس اقل في اشتراك الصفات جميل؟ طيب يبقى مملكة شعبة طائفة ردبة عائلة جنس نوع خدنا حاجة تانية اسمها التسمية الثنائية ومهمة جدا التسمية الثنائية ديت خدنا الجنس وخدنا النوع الجينس والاسبيشيس الجينس يعني جنس واسبيشيس يعني نوع نكتب ازاي الاسم الثنائي ده؟ نكتبه ان احنا نكتب الحرف الاول كابيتل اسم الجنس بيبقى كابيتل والاول ده هو ببقى الجنس الاول على الشمال ده من ناحة الشمال بيبقى الجنس والاسم التاني ببقى النوع جميل جدا ما الذي عمله؟ قلنا اول حرف كابيتل والنوع بيكون اول حرف سمول بس ده اول خطوة الحاجة التانية اما اعمل تحتها خط اما اخلي الكلمتين ميلين اما اخلي الكلمتين ميلين او تحتهم خط كده التسمية الثنائية وخدنا ان النوع ده بيكون قادر على التزاوج وهو عدد من الافراد بس ايه؟ عدد من الكائنات ده بس قادرة على التزاوج والتقاثر وانتاج افراد جديدة طيب في افراد مش انواع يعني ايه؟ لو النوع ده او الكائن ده اصبح غير قادر على التقاثر والتزاوج وانتاج افراد جديدة وهو عقيم يبقى دوت ما اسموش نوع ما اسمه ايه؟ اسمه فرد زي ايه؟ خدنا فرد زي التايجون والبخل التايجون ده لتيجي التزاوج ذكر النمر مع انسل اسعد يديني ايه؟ التايجون التايجون لها تايجل والاين تمام؟ يتنم مع بعض الباغل ذكر الحمار مع انسل ايه؟ الحصان يديني الباغل الباغل والتايجون عقيم غير قادر على التقاثر وانتاج فرد جديد من نفس النوع يعني ايه؟ ما يدعش يجيب تايجون تاني الباغل ما يدعش يجيب ايه؟ باغل تاني زيه هو باغل وكفاء عليه كده تمام؟ ده من ناحية الاسس خدنا حاجات من مملكة البدائيات يعني مملكة البدائيات واحنا اصلا لها كم مملكة دينا بدايات طلائيات بايكات فطريات نبات حيوان خمس ممالك البدايات هي الوحيدة للاوليات نواة والباقي كل حقيقيات النواة بص واحنا ماشيين كده هقول لك حاجة تثبتها في كله عشان ما ياخد باقت في مملكة الحيوان اللي اقول لك ثبته في الباقي مش لازم نقوله كل مرة يعني اوليات نواة وحقيقيات نواة بص يا سيد ادي كده دي خلية ودي خلية هنا الدين موجود في السيتو بلاسم مش ده السيتو بلاسم وده دين ايه وهدي السيتو بلاسم لو الدين ايه بقى حوالي كده رشاء نواوي بقى فيه نواة نواة حقيقية فعلا زي اللي انت عارفها بقى اسمه حقيقيات نواة اما لو انت انجدت المده اللي unaسية وهي regarding بقى محاطة بالغشاء نواة موجودة كده في الستوىении بلاسمق اسمها أوليات نواة نواة موجودة فيه مملكة البدايات مملكة البدايات ، هي الوحيدة الى اوليات نواة والبيعي كل حققيات بصت حققّيات كل خققية قد العادة ان بدايات هي اوليات ما هذا؟ ي mushroom sound اه النمط بتشتريها بداية بسيطة مت عين المجرده عشان كده وحيدة الخلية تقدر تشوف خلية واحدة بالأينك مستحيل لازم تشوف بمayıكروسكوب واليها روبالواو يبقى اوليات ثاني حاجة ثاني حاجة إلى أه max التالي حاجة الان الجضائري ما بيكونش فيه سيتو بيكتين ي请 بالسيتو بلازم بتاعها ناقص او سيتو بيضايب عنه كتير منIC وinalsized البابلازمية ايبلاستدات والميتوكندري دول ميش بيكون مبوبوات يعني حاجة بداية للضعيفة مجمواتين مجموات بكتيريا القديمة و بكتيريا حقيقية هذه هي ايضا في الزوف القاسية سواء ملوحة عالية غيب اوكسوجين عليه شيئا اهم حاجة لدينا البكتيريا الحقيقية ذاتية و غير ذاتية التخذية ايضا مثل الاستوك نستوك ده مهم جدا لستطيع اين الامتحانات النستوك ده مهم جدا نستوك ذات التخذية لانه هو مثال على البكتيريا الخضراء المزرقة خضراء لما؟ عندها يبقى كليوروفيل يبقى يبقى بناء ضوئي يبقى ذات التخزية افهم الثلاث نوع الضوء المهم جدا علشان اللي اختيارات وعشان الامتحان هتجدد نوستوك دافل الامتحان عندك يبقى البكتيريا الحفقية ذاتية وغير ذاتية التخزية الذاتية زي مين زي النوستوك طيب الاشكال بتاعتها الاشكال بتاعت البكتيريا يقيمة كراوية يقيمة عصوية قروية يبقى شكل ازع هذه الكرة عصوية بطول أما فعلها زونية كذلك فيجب هيا خش ذلك على الطلاعيات الطلاعيات حقيقيات النواية والأوليات النواية ليس نجاوب لأما showing me والإعتبار بكله حقيقيات ممشي هنا كان وحيدا لها وحصل رقية وهيبقى المعظم وحيد والقليل منها عديد الوحيد هو والمعظم والقليل عديد ولكن نستمر closerright! شعبة أوليات حيوانية شعبة طحلال النارية اهما الأوليات الحيوانية شعبة الأوليات الحيوانية طايفة تحتط 발� 2023 طايفة اللحميات وده مثال عليها الاميبة ماعليش سؤال هو انت قسمت الطواب دي بناء على بناء على وسيلة الحرك بناء علي وسيلة الحرك فالاميبة بتحرج بالاقدام الكذبة دي تابعة طائفة اليه اللحميات اما طائفة الهدبيات عندها اهداف زي ايه البرامسيوم اهداف فيها بي اللي هي هدبيات فيها بي والبرامسيوم في ايه فيه طب NICK بالنسبة للصوتيات يعني بتتتحرك بالاصوات تتحرك في الأصوات مثل التيريبيانوسومة التيريبيانوسومة تيريبيانوسومة التي تقوم بها مرض النوم والذي ينقلها زبابة الآن الآن الجرثميات لاحظوا أنني لم تكتبت ولا أصوات ولا أهداف ولا أكدام كذبة هذا ملهاش وسيطة حركة مثل البلازموديومالالي قلت لكي ملهاش وسيطة حركة وانت اصلا مفهوم اسمنون بناء على وسيلة الحركة اوالك الجرثوميات متطلع تالت السنوي هتاخد البلازموديا ملانيا في تعاقب الاجيال وكده المفروض هي بتبقى اطوار الجرثومية الاطوار الجرثومية دي بتكون موجودة في الدم وبتتنيل مع الدم يعني تخش للقلب والقلب يوزع في الجسم كله ماشي مع مصاري الدم فهي ازا نفسها مش بتتحرك بس بتتحرك بايه بدفع ايه بالدفع بتاع الدم طيب يبقى كده الطائف اللي اربعة بتوع اوليات حيوانية عندنا اليوجلينات يبقى المسال بتاعي اليوجلينات موضوع بديه يوجلينات يوجلينات طيب ايه اللي انا اعرفه في اليوجلينات والله اليوجلينات دي عندها صوت عندها صوت يبتحرك به يعني بتعمل بناء والحاجة التانية عندها بلاستداد خضرة فبتعمل بناء ضوء يبقى لايه كده مليئة بلاستداد خضرة عندها صوت وفي حاجة عندها اسمها بقعة عينية بقعة عينية بص على السور بتاعت كل حاجة بقولها في الكتاب عشان لو جالك في الامتحاد تبعลف شكلها عامل ازاي يبقى اليوغلينات عندها بلاستداد خاضها بتنبيناتها تضوي بتحرك بالايه بالاصوات التحالب الذهبية التحالب الذهبية قول عليها التحالب ذهبية بالدال دياتومات دال تمام ذهبية دهبية دياتومات دي بتبقى مصدر آآ غني بالسلكة الجدار الخلوي بتاعها الجدار بيكون مالو الجدار مليان بالسلكة مليان بالسلكة. وطبعا غزاء مهم جدا للأسماك والكاية المائية. التحالب النارية النارية هي النور لون هي احمر. بالتالي يكون عندها سبغة احمر بجانب الكلوروفيل. بجانب الكلوروفيل. طب سؤال بجانب الكلوروفيل بيه هى ذاتية او غير ذاتية التخزين? طبعا ذاتية. ما يعني الكلوروفيل يعني بناء ضوئي وبالتالي هو ذاتي التخزين. طيب. طحالب النارية. ايه المثال بتاعها? التحالب ثنائية الاصوات. تمام? مش دا ده مجموعة. بس هي مش عليك الاسماء الفردية يعني. الاسماء تخالب فنقية الاسواد. يا احنا كده خلصنا ايه? خلصنا مملكة الطلاعيات. خش على مملكة الفطريات. حقيقيات نواة ولا اوليات? مش هقول. يعني بديهي لازم تبع حقيقيات طيب. هنا قلنا ايه? وحيدة خلية. هنا قلنا ايه? المعزم وحيد والقليل ايه? عديد. هنا نبدأ نيعكس. هنا المعزم عديد والقليل منها وحيد. شايف التدرج بنبدأ من وحيدة. وحيدة وشوية والقليل عديد. بعد كده عديد والقليل وحيد. فاهم? لازم الخلاية بتزيد اهو. طيب الفطريات فيها شعبة طحال شعبة فطريات تزاوجية. شعبة فطريات زقية. شعبة فطريات بازيدية. يبقى عندنا شعبة فطريات تزاوجية زي مين? زي فطر عفن الخبز. فطر مين? عفن الخبز. عفن الخبز ده مسؤولة عن الحاجتين. حاجة لها علاقة بالعيش وعلاقة بين بالجربة. بيعمل ايه في العيش? اسمه عفن الخبز. يبقى بيعفن الخبز. ده مسؤولة عن العفن السود اللي بيطلع على ايه? على الخبز. طب ايه ايه علاقة الجبنة? بنخرج منه انزيم. الانزيم ده. بنستخدمه في صناعة الجبنة. يبقى هو بيبوز حاجة وبيصنع حاجة. بيبوز العيش لكن بيصنع لنا ايه? الجبنة. طيب بصت كده ده الشكل بتاعه وتدوب التفصيل في التالت سنوي في طرق التقاصر. طيب. هنا اللي انا ده. هل انا قسمت الشكل ده? ده اسمها هايفي وده اسمها هايفي. وده اللي هو الحتة دي اسمها الايه? الغزل الفطري. دي وضه بنوع ايه? اشباه جزور. حلو. وانا لا اسم كده. هل قسمت حاجة? الخط الفطري ده انا قسمته يعني عملت كده? لا ما عملتش كده. ما عملتش كده هو ايه? سليم اهو. وبالتالي الخيوط الفطرية غير مقسمة. اما في الزقية بتبقى مقسمة. وفي البازي دي بتبقى مقسمة. يبقى غير مقسمة فين? في التزوجية. اللي هو مين? فطر عفن الخبز. الحاجة التانية. بيحصل فين تكوين الجراثيم? الجراثيم باي? بيحصل لها تكوين في حوافز جرسومية. يبقى لك بيتكون في حوافز يبقى مين? عفن الخبز. قال لك بتتكون في اكياس الفطريات الايه? الزقية. قال لك بتتكون في تركيب سولغان الشكل او شكل القبعة يبقى مين البازي دي يعني سولوجان الشكل هو الشكل بتاع عيش الغراب ده تمام زمان كم يبقى باسم سولوجان كده حاجة سبب قبعة بتاعت الايه الامراء وكده فهقول لك ايه تركيب سولوجان الشكل ده زي مين انت عايز الشكل ده في عيش الغراب طب ايه فائدته عيش الغراب ده بيستخدم بعضه كغزال الانسان ليه قلنا بعضه مش كله ان فيه انواع من عيش الغراب اللي هو المشروم بتبقى لكن فيها اجزاء او بعض يعني بيستخدمه في الاكل اللي هو المشروم طيب بالنسبة للفتريات الزقية هقول لها مقسمة وتتكون الجواثيم داخل الاكياس زي مين زي فتر الخميرة والبنسيليوم فتر الخميرة وفتر البنسيليوم فتر الخميرة وحيدة الخلية وحيدة الخلية اما البنسيليوم عديد الخلايا عديد الخلايا والبنسيليوم ده اللي منطلع مضاد البنسيليوم دي كده مملكة الفتريات طيب نخشي بعد كده على المملكة بتاعت مملكة النبات مملكة النبات حقيقيات ولا بدأ اوليات طبعا حقيقيات عديدة ايه عديدة الخلايا معظمها طبعا يعني تقدر طول كلها مع عدم مثال هناخده هو الوحيد خلايا انت شايف قدامك شجرة شايف قدامك نبات مدام حاجة بتشوفها بعينك لازم تبقى عديد الخلايا لازم ومعظمها يتكاسر ايه بيتكاسر جنسيا مملكة النبات فيها مجموعة تحالب راقية نباتات لا وعية نباتات وعية التحالب الراقية فيها شعبة تحالب حمراء وخضراء وبنية شعبة تحالب خضراء حمراء ايه حمراء خضراء بنية حمراء خضراء بنية تحالب حمراء بوليسوفونية تحالب حمراء بوليسوفونية تحالب بنية فيوكس تحالب بنية فيوكس حسن الآن تحالب خادرة y Spirogiera وبالتالي وكلامي Dominos المتحدث عن التحالب الحمراء بوليسوفونية تحالب تحالب حمراء سبغ أحمر والأس snaps to a spark ماذا أعرف translation ويجب أن تقول لي أنها متمسكة بغلاف هلامي لا يعني أنها متمسكة بغلاف هلامي لا يعني أنها متأكسة بغلاف هلامي لا يعني إنها متأكسة بغلاف هلامي ممتأكس بغلاف هلامي بوليسوفونية اشتراك بالنسبة لابنية ن desperdiه اسبغي يوجود عملات اسبغي لونها منه الشارع مثل ما؟ الفيوكس تحليب بنية في يوكس نقول لنا الحكومة حسنا الفيوكس يجب أن تشاهد كده هذه خلية و خلية و خلية وهو عديد خلائق هل هو مقسم؟ لا ليس مقسم هو قصدي متفرع اتخاذ لابن أخرج من هنا بوضع لا لا مكان هذا الكلام يبقى ما هو ماله هو غير متفرع ماذا الآن أريد أن أعرفه 1968 شكل البلاستيده lli انا اسمها لدية شكلها حلزون الشكل شكلها يعمل حلزون الشكل بقى على الكلام الامر الكلام الامر ده الوحدة يبقى واحده ولا عديد ما هو ده الواحده يبقى هو ماله وحيد خلية ده شايف الشكل ده الشكل ده سبق الفنجان كده الان يحمل الفنجان ده ده بلاستيدهات شكلها ايه فنجانية الشكل بلاستيدات في الكلامي دوميناس فنجانية وفي الاسبايلوجايرة حنازونية اعرف كيف الكلامي دوميناس ليس كلمة ناس والناس تشرب القهوة في فنجان يبقى دي ايه؟ طيب بالنسبة للتحالب الراقية بالنسبة للنباتات اللاوعية يعني ما اللاوعية؟ ما عندهاش نسيق توصيلي او وعائي متخصص زي الخشب والوعاء ونقول عليها في شعبة ايه؟ شعبة الحزازيات ايه؟ الحزازيات في عامين مثلين الريشيا والفيوناريا دعي بالك دايما متصنيف في ايه؟ تبع في كل حاجة هي في شعبة ايه؟ عشان ممكن يجيلك شكل يقولك قول لي اسم اللي انت شايفه ده ايه؟ الكائن ده اسمه ايه؟ واتبع شعبة ايه؟ موضة بسيط الريشيا والفيوناريا الريشيا صح؟ فهي منبطحة واحد منهم منبطحة الارض واحد منهم واقف المنبطح مين؟ الريشيا هات ريشا ورميها في الهواء هتقف ولا هتقف هتنمع الارض هتنبطح يبقى الريشيا منبطحة والفيوناريا قائمة طيب ايه اللي عايزك تعرف تاني الحسزيات متبقى موجودة في الاراضي الرطبة وفي الضل عندها اشباه جزور متبقى كبيرة في الحاجم ماذا معنى؟ هي اصلا لا وعية يعني هي بسيطة خالص عندها اشباه جزور فتخيل هي حاجة ما عندهاش خشب والحق ينقل لها المية فلازم تبقى موجودة في مكان اصلا في مية فاهم قصد؟ لازم تبقى مية حالية كتير ونفاش تبقى موجودة في الشم تبقى موجودة في الضل فعشان كده التحزيات يبقى موجودة في الاراضي الرطبة طيب بالنسبة للنباتات الوعية شعبة وعائيات شعبة ايه؟ وعائيات الوعيات فيها طائفة سرخصيات طائفة طائفة ايه؟ ومعراط البذور طائفة ومعراط البذور وطائفة مغطاة البذور يبقى عندها طائف طائفة سرخصيات طائفة معراط بذور او مخروطيات طائفة بذور او نباتات زهرية جميل المثابة تاعة السرخصيات هو الفجير وكزبرت البئر الفجير وكزبرت البئر هي موجودة على حواف الابار والاماكن او الوديانة الردبة الوديانة الردبة وحواف الابار من اسمها كزبرة البقر بلفوجير وكزبرة البقر وهي تتكاثر لاجنسيا بالجراثيم حلو بالنسبة لمعاطب بزور زي مين؟ زي السنوبر طيب فين حاجة مهمة يجب ان تفرع بينهم الازهار والبزور والاوراق بالنسبة للصرخصيات ما عنداش ولا اظهار ولا بزور ولا اظهار ولا بزور والاوراق بتاعتها ريشية الشكل تلاقي الوراق كده تلاقي ايه ده ايه؟ ده ايه؟ ده شكل او مثال على الفودير تلاقي ايه؟ شكل يتحس ان الواق شكل الريشة يبقى الواق ريشية عندها اظهار لا بزور لا طب هنا بيقولك ايه؟ طائفة معرات البزور يبقى فيها بزور ولا ما فيهاش؟ طبعا فيها بزور طيب فيها اظهار لا هي نباتات لا زهرية لا تكون اظهار يبقى ما فيها اظهار بس فيها مين؟ بزور الاوراق بتاعتها تبقى عبرية الشكل تلاقي الوراق هي كده هادي الاوراق لا الاوراق طرعة كده ايه؟ ايه؟ شكل ايه؟ طرفها ايه؟ مدعب كده وهي طرع ايه؟ ايه برا كده اما بالنسبة لم ينبقى مغطات البزور الوزر والوزر اسمها بدات زهرية بزث зам الوزر المقطعية طوП طوえて طويته طويا طوية طويته فلقات فلقات لوص Wrestling بالنسبة للتعرك بتاع الورقة تلاقي الورقة بتاع النبات كده بيكون فيها بقى التعرك اللي هو ايه الجزء التوصيلي الخشب واللحاء تلاقي ايه قد الورقة اهي لما تمسك ولا يتضره ولا حاجة تلاقي ايه فيها خطوط كده هوت ليه والخطوط دي ده التعرك بتاع بيعماله موازي موازي خطوط كده اما في ذات الفلقاتين بيبقى شبكة تلاقي كده فرع طرعه من النص عمال ايه يتفرع يتكفرع كده طب يا بديك حاجة. تاني حاجة الامحطات الزهرية. ايه محتاط الزهرية? ادي كده الزهرة. تلاقي الابتالات بتاعتها ايه? تلاقي 3 او مضاعفاتها. يبقى تلاقي ايه بقى الوردة فيها 3ابتالات او 6 او 9 او 12 3 وايه منضاعفاتها بقى بالنسبة للذات الفلقاتين تلاقي فيها 4 او 5 او ضعفاتهم يعني اربعة تمانية اتناشر طيب بالنسبة لخمسة خمسة عشر خمستاشر وهكذا طيب ايه تاني اللي بالنسبة للقطاع العرض في الساق لما يكون عندي ساق وهقطعوا وبص كده على شكل توزيئة الحزم الوعائية اشوف الخشب واللحامة وزيئة ازاي اليوم بشكل عشوائي كده مبعصرة مش وقدة شكل معين فيش مفيش تنظيم اما في ذاتف القوتيب بيتكون مالها لا بيكون الشكل بتاعها منظم كده اوات زي اتاني بالنحية الجزر الجذور بتاع از Haiati الفلقة بتبقى مалоife الشكل اما ذات الفلقة بتبقى وتدية عشان تلخصها عاونة وتساهل عصلك الحفز فلقة انها بتبقى خفيفة اي اخاف ولا ولا الفلقة طبعا الفلقة طيب انا بقى اخاف لساهل حفز فلقة خفيفة بيكون الجذور بتادها ليفية اما فلقتين اتقل ومحتاجة حاجة ايه? وتدية تقل في الارض كده عشان ايه? ما تتتحركش. طيب. زيت الفلقة زي مين? زي الدرة. القمح. البصل. اه الصبار. الزنبك. الموز. من لحة زيت الفلقتين البسلة الفول والورد والقطن. طيب هتقول لي اهو الموز ازاي? والتصبار ازاي? بص على الورق الورقة بتاع الصبار. هتلاقي موازي. الموز نفس الكلام. شوف بقية ايه? بقية الحاجات وتحدد زيت فلقة وزيت في ايه? زيت فلقتين. كده بالنسبة للمملكة النباتة. بالنسبة للمملكة الحيوان. مملكة الحيوان فيها تسعة شعب. فيها تسعة شعب. طبعا الدفس الاولاني هو مش علينا. الدفس التاني بقى اللي هو ايه? اللي هو شعبة الحبليات. يعني عندها تسعة شعب. هناخد منهم شعبة واحدة ليه ايه? شعبة الحبليات. شعبة الحبليات تحتها شعيبة. شعيبة مين? الفقريات. شعيبة ايه? الفقريات. شعيبة الفقريات دي اللي عندها حبل فقري. وهي اسمها حبليات ليه? ان يكون عندها حاجة اسمها الحبل الظهر في المرحلة الجنينية عندما يجبر يتحول لعامود الفقر исторينا الفقريات طبعا عندها عامود فقر هنالك يسمى الاتزان الحراري الفقريات هنالك يكون فيها حيوانات ذات دم حار وذات دم بارد يعني ماذا ذات دم حار? ذات دم حار زي الطيور والثديات الطيور والثديات يعني ما مبقى دم حار قد انك هذه الكائنات ضغط حرارتها سبتة يعني مهما اختلف ضغط حرارتها الوسط الموجودة حلوله اديك مثال ضغط حرارتها انسان حمسها ديات ضغط حرارتها سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين ده لو انت في الصيف او في الشتاء ضغط حرارتك سبعة وثلاثين عشان كده لم يقصد ضغط حرارتك سبعة وثلاثين بالتلمو متر بحين بيدي قيوم بذلك إنها ضغط حرارته سخنة عنضو حمه عيشنا ازاي؟ لان فيه درجة حوالة سبتة حبينيس عليها لما ليها زيادة على السبع تاتين انت عندك سخنية تمام؟ يبدأ دم حاري يعني درجة حوالته سبتة درجة حوالته الجسم الداخلية سبتة طب ذات الدم بارد زي برمائيات بارد برمائيات اسماك زواحة دول مالهم دول عندهم درجة حوالتهم بتختلف على حسب الوسط ايه المحيط بيه يعني لو المال ساعة تلاقي السمك ايه درجة حوالته وايه ساعة درجة حوالته الداخلية على حسب درجة الحواليه عندنا هنا مجموية طايف سابع طايف اول شيء طايفتة الاسماك ираيا طايفتة الاسماك لا في الطايفة ولا في الطايفة القرفات اسماكه غدروفي لمبري et يامство غدروفي هيكل غضروفي. اما الهايكل في العظمية مالو عظمي طيب. من ناحية الفم. الفم بتاعة الفكية مالو ما عندهاش فم. ما عندهاش اصدق يعني ما عندهاش فك فوق ما عندهاش فك تحت. عندها فم شبه القمة. بس كفك ما عندهاش فك. ما عندهاش فك علوي فك سفلي. له هو بيفتح كده على طول ويحلازق فين في السمكة كبيرة يبدأ ااكل منها. فما عندهاش فك بس عندها الاسنان بتبقى موجودة كده في الفم. وتبدأ ايه? تمسك في الاسماك حشان تبدأ تاكلها. طيب بالنسبة للفم في الغضروفية بيكون بطني من ناحية البطن. سي سمكة القرش. بقها من تحت. طيب بالنسبة يعني مسلا سمكة القرش هيت. زي البق من هنا. طيب العظمية الفم فين? ادي مسلا سمكة البلطي. تلاقي البق فين? في مقدمة الجسم. مقدمة الجسم. طيب. من ناحية الزعانف. الزعانف في الاسماك اللي هي فكية مالهة بتبقى فردية. بتكون ما عندهاش. يعني همش قال لك فردية. بيقول لك ما عندهاش زوجية. اللي هو ايه? فردية. طيب بالنسبة للغضروفية زي القرش. عنده ايه? عنده زعانف زوجية. يبقى عندك هنا ما عندهاش زوجية. الغضروفية عنده زوجية. اما العظمية عندها زوجية وعندها فردية. من ناحية المسالة الهوائية. مسالة الهوائية دي بتعمل ايه? لما بتتنفخ بتخلي السمكة تطلع لفوق. لما ده الهواء اللي فيها بيخرج بتنزل ايه? لتحت. كأنها بالضبط عوامة. عوامة انفخة بالهواء او بنخرج منها الهواء. طيب هو مش العظم اتقل من الغضروف? اه. فالعظم بالنسبة لي محتاج ان انا انفخه عشان اطلعه. فموجودة فين? موجودة في الاسماك العظمية العظمية فقط. مش موجودة في الغضروفية ولا في اللفكة. الفتحات الخيشومية. الفتحات الخيشومية الخيشوم. الجلز بتاعتها. هل هي مغطاة ولا مش مغطاة? لما هي منشتري ممتك تشتري السمك من السوق. تلاقي تمسك كده البلطي او الاسماك رفع كده غطاء غطاء عظمي. وتبص كده على الخيشين. تبص على لونها عشان تعافيها طازة ولا مش طازة. جميل. هي مش شلت غطاء غطاء داعي عظمي يبقى موجود فين في الاسماك العظمية. اما القرش بيكون عنده كده من الجناب. حتت كده من النحيتين. دي ايه دي? دي الخيشين دة مش مض귀ه مدغطية. لا مش مضغطية. مش مضغطية ولا في الفكية الليه فكية ولا في الغضروفية. يبقى الحاجات اللي هي اصلا هاتي كده uhh ما عندهاش عظام. فبالتالي ما عندهاش الغطاء العظم هي اصلا هيكلها غضروفي. هيجيلها من الالعظم. مفهوم? طيد من نز Ps التنفس كلهم بيتنفسوا بالايه? بالخيشين. ف behaviors so الى التلقيح عشان هولهم اخرى سوف تثبت في الباقي كله الاجناس في كله هنا منفاصلة هتقولي ما دام هو منفاصلة وحاططها ليه لان كان في الشعب التانية اللى هوا مدغينة من عليك او للاطلاع يعني كان فيه حاجات تكون خنسة فهو يتكمل بنفس الكم فهو هنا الاجناس كلها منفاصل هرايح دملك الاجناس منفاصل من حتى التلقيح التلقيح في كله داخلي الاسماك العظمية والبرمائيات الاسماك العظمية والبرمائيات التلقيح فيهم ماله خارجي خارجي يعني مثلا تيجي سمك تبولتي تبدأ تخرج من جسمها البيضات ويأتي الزكر يحط لحيات المنوية على البيضات في المياه خارج جسم الانسع التلقيح ماله خارجي يبقى كده من ناحية التلقيح والاجناس سبتناها في كله في كله ليس في الاسماك الاسماك زواحف وطيور برمائيات وماله خارجي معادة الاسماك العظمية والبرمائيات خلق برمائيات برمائيات مثل الضفدة والسليماندر مثل الضفدة والسليماندر من ناحية الجسم ماله الجسم وماله الأطراف والتنفس ناخدهم بالترتيب لكي نقوم بينهم الزواحف مثل التمساح الصلحافة الحربية التعبان من ناحية الطيور الطيور اللي انت عارفه النعمة الدجاجة الحمامة الصقر النسر كل ده طيب تعال نخش على الجسم في البرمائيات الجسم مغطى بغطاء مغطى بجلد غدي رطب غدي رطب والجلد هنا بيستخدم في التنفس جميل جميل يبقى الجسم هنا مغطى بجلد غدي رطب والكار طب الزواحف منذ باخده بيغطاه باييه بكشور كارانية كارانية صفاح كارانية زواحف يبقى الطيور ذي جسمها مغطى باييه بالرش اياه بال Gary طيب بالمراه الساديات جسمها مغطي باي? بالشعر جسمها مغطي muddy الشعر ونحت الاطراف سبت معاي كده كل اللي انتم بتاخده كل اللي انتم بتاخده الاطراف فيها اربع اطراف خماسية معادة الطيور ربعية يعني ايه كلهم عندهم اربع اطراف يعني ا общем اجل بدين او جنحين ورجلين كل اللي انت بتاخده جميل خماسية يعني يعني الطرف الواحد في خمس صوابع. في ايه? خمس صوابع. خمس صوابع. ما عدا? ما عدا الطيور. عندها الاطراف ما لها? الاطراف الخلفية اربع صوابع مش خمسة. جميل? هل. يبقى كده الجسم اخلصنا منه? والاطراف. التنفس. التنفس في البر مائيات. فيه ناس بتفتكلم ان البر مائيات بتعيش في المياه ويعيش فين? على اليابس. الكلام ده مش صحيح. وما ليه اللي صح? انها بتعيش في الفترات او الاطوار الجنينية بتاعتها في المياه. فبتتنفس به? بالخاشيم. لما بتطوق لما بتكبر بتوصل الاطوار اليافعة او البالغة بتتنفس به? بالرقة. تنفس بالرقات. بالرقات وبالجلد. تمام? فهم هي بر مائيات عشان تتعيش في طور في المياه وطور تاني او مرحلة تانية فين على اليابسة. ايه ده مليحة التنفس? طب الزواحف. التمسيع بتتنفس ازاي? مناخير بموجود في المياه بس مناخير وفوق. السلحيفة بتنفس البورس بتتنفس ازاي? كل ده ايه? بالرقة. الطيور بالرقتين. هلو? والساديات برضو بالرقتين. يبقى انا كده خلصنا فيهم ايه? الزواحف والطيور ببر ميات خلصنا من الموضوع ده. ولكن الطيور عاوز اقول لك حاجة. بيكون عندها حكاة اسمها المراقمة الوظيفية ليه? للطيران. عندها عدمة القص اللي هي العظمة دي. للصغيرة اللي عندنا دي. عندها تبقى عريضة اللي يبقى عليها البنية. اللحمة بتاعت السدر البنية تبقى قوية مليانة كده اللحمة تلاقي البطة ماشية كده. عشان ده لما العضلات بتاعت السدر تزيد الجناح ماله الجناح يبقى قوي. طب الحاجة التانية ايه? عندها اكياس هوائية. ايه فايدة الاكياس الهوائية? الاكياس الهوائية بتحمل كميات اضافية من الهوى اثناء الطيران. تمام? طب ايه تاني? العدم بتاعها بيبقى مجوف. عشان يخفف من وزن ايه? من وزن الطيور اثناء الطيران. حلو. طب بالنسبة للساديات الساديات قلنا الجسم بتاعها مغطى بالشعر. طب ايه تاني? غير مغطى بالشعر بيكون عندها الاسنان مالهة بيكون عندها انياء قواطع ودروس عشان تبدأ ايه? وانياب ودروس. حلو. ايه تاني عايز نكتعه في الساديات? الساديات احنا كده ماشيين بالرقي. يعني اللافة الكية غضروفية عظمية برميات زواحف طيور. الساديات. كده ده درجة الرقي. كده الرقي بمعانة بيزيد. عشان لما يجي اقول لك رتب من الاقل الروقي الاعلى وكتب انت عارف ماشي ازاي. وانما انها كله ماشي بنفس الكلام. يعني البدايات طلعيات فطريات نبات حيوان. ده كده درجات الرقي. حلو. الطائفة بتاعت الساديات دي تحتها تلات طويقفات. طويقفة ثاديات اولية. طويقفة ثاديات كيسية او كيسية. طويقفة ايه? ثاديات ماشي مية او حقاقية. هي ثاديات اولية. لسه في البداية كده. لسه ها. منقول يا ساديات. مالها? الثاديات دي مش بتولد. دايما دايما فين ايه? الثاديات بتولد وتردع. عندها سادي عشان ترقى سادياتي. ببعندها ثادي وبتردع. ولكن دي مش بتولد. امام تهمي بتبيض. بتبيض بس بتردع. اسمها السادياتي بقى لازم عندها سادي لازم تردع. تمام? ولكن هي مش ببعندها بتبعد. ببعدها ترقض على البيت. يفقس. تسويح ايه? مردعة صغر. زي مين? زي خلد الماء. وقوم في ايه؟ قوم في ذا النامل القوم في ذا النامل ومين؟ وخلط الماء طرفت الثاديات الكيسية زي الكنجر والكونغر مالهة يجب تبيض او بتولد؟ لا طبعا بتولد بتردع صغارك مالهة بقى حاطتها هنا قال لك اصلا بتولد اه بس بتولد صغار غير مكتملين النموه مالهم غير مكتملين النموه ما هي اللي بيحصل؟ بيخش جوا كيس طبعا كنجر بيخش جوا كيس الكيس دا بيكون من جوا من جوا الثادي فبتخش جوا تردع وتكمل النموهة بعد كده ايه؟ تخرج يبقى بتولد صغار غير مكتملين النمو بعد كده تردع صغارها وبعد كده ايه؟ ينمو الثاديات المشيمية مالها بتولد صغار مكتملين النمو تردع وخلاص الموضوع خلاص عندها كم بقى ردبة؟ يبقى الطائفة دي تحتها حداشر ردبة اول حاجة ردبة عدمة الاسنان بص كام دا بديهي جدا بديهي يسمي ردبة عدمة الاسنان يبقى عدمة الاسنان المدرع والكسلان عدمة الاسنان المدرع والكسلان على ايه؟ تردال أ honeymoon او الامامية بس اللا تلاشط يبقى كلها معنداش اسنان او الامامية القواتع دي اللي موجودة في الاول مش موجودة. جميل. تانية حاجة ردبة اكلات الحشرات. ردبة اكلات الحشرات. ماهيها الاسنان بتاعتها الامامية بتبقى بشكل ملقاط عشان تبدأ طول قط الايه للحشرات من الاخضب. ده زي مين? ده الانفد. الانفد اللي احنا عارفين. طيب بعد كده اكلات اللحوم. اكلات اللحوم دي زي مين? زي الاسد. زي النماء. زي كلب البحر السابع البحر الكلب القطة كل دول اكلات لحوم بالعقل اولا عندهم انياب قوية انياب طويلة وقوية ناب بتاع الاسب ايه ثاني عندهم الدروس الامامية بتبقى حدة والخلفية بتبقى عريضة تمام عشان تبدأ ايه تطحن وبرضا عندها الحوافر بتعيتها بتبقى مخالب ولمان هذا يوقف العشب مال يوقف الع اسبوع اربع مSH اتنين بلحا خا اللي هو الخيل والخرتيت خا خير خرتيت حا حمار حمار وحش دول ما اللي هو بيوفى الاسبوعات ليل الحصان وقفى الاسبوع واحد على حافر تمام حلو ايه الزوجية الزوجية دي جت زي الجموسة البقرة القبل الماعز الاغنام الكلام ده كل والغزالة والدول بيوفى الاسبوعين في الاخر هنا بيكون عندهم الدروس عريضة عشان ايه تطحن عشان ايه تطحن ايه الاكل بالنسبة لردبة الحوتيات الحوتيات دي ملها زي الحوت اسمها حوتياتي بقى زي الحوت والدولف دي فاديات ضخمة بتايش في المياه ملها الاطراف الامامية بتايتها تحورت عشان تعمل ايه عشان تعمل المكداف بتاعها الدولفين او الحوت تلاقي قدام عنده مكداف مكداف ده مكان الرجلين مكان الرجلين الاطراف الامامية و 싶은 ان يعني المروحة الزائلية ما لهاतبق افقية الودولفين اهو الناس تلاقي من وراء المروحة الزائلية افقية كده مش زي السمكة لا تلاقي بع� friend's an the opinion حتى يتلاقي عم كده عم الدولفين والحوت نفس الكلام我們 بالنسبة طب يتنفس بايه؟ يتنفس الهواء الجوي بالرئتين مفيهش كلام يطلع فوق ياخد نفس يعمل نفورة كده بنفسه وبعد كده ينزل تاني ينفس بايه؟ بالخاشيم من الهواء الجوي بتولد ولا بتولد وتردع صغرها بتولد وتردع صغرها بالنسبة للقوارد وردبة القوارد والارنبيات الركس كده في اتنين دول بص على الارنب وبص على القوارد القوارد زي مين زي الفار؟ زي اليشبوع زي السنجاب زي الجرزان دول الامثال اللي عندنا وخش على المثال التاني اللي هو القوارد خش هنا حط الفار وهنا الارنب عشان نمنع القوارد منه الفار ودانه صغيرة ديله طويل الارنب ودانه كبيرة ديله قصية ده اول فارد طب ايه تاني تعرفوا الاسنان الفار عنده زوج فوق في الفك العلوي وزوج في الفك السفلي يعني سنتين فوق سنتين تحت طب الارنب عنده زوجين في الفك العلوي زوج في الفك السفلي يعني ايه اربع سنتين فوق طب الاربع دول فوق ازاي هتلاقي سنتين للارنب بس وما يتنين التانين فين ورا السنتين اللي انت شايفه وراهم يبقى كده القوارد و ايه والارنبيات بالنسبة للخفاشيات مثل بتاع الخفاش الخفاش بنشط بالليل طب ايه تاني يعرفوا عنده الاطراف الامامية الصباع الاولاني زي ما هو والصباع متاني للخامس بيحصلوا مستطالة بيطولوا وبعد كده الجلد بتاع الجسم بيمتد بين الصوابع اللي هو من اثنين لخمسة فيعمل الجناح لكن هي السديات عادية بتولد وبترضع صغرها وكل حاجة بس اللي حصل فيها حصل تحول الاطراف الامامية حصل استطالة للسباع متاني للخامس وامتد الجلد بينهم فعمل ايه الاجناح بالنسبة للخرطوميات طبعا ده خرطوم طويل قوي زي مين زي الافيال وعندها انياب تستطيل وبتعمل ايه النياب بالنسبة للرأسيات وده ارقى حاجة في السديات الرأسيات مالها عندها اولا جهاز عصبي متطور عندها مخ كبير وجهاز عصبي متطور زينا زي اللايمور والارد والسناس والغوريلا والانسان اخر حاجة عشان هو من الرئيسات اخر حاجة خالص كده هو ارقى حاجة ايه تاني عنده الاطراف عندك الاطراف العلوية اللي هو اليدين والرجلين في الطرف العلوي بيكون الابهام فيها بعيد عن البقى الاصابع اذا هو الابهام اهو بعيد عن البقى الاصابع كلهم جميع معدل ايه الابهام حتى هو البحيد تقدر تمسك به طيب اما في الطرف السفلي اللي هو في الرجلين لا هو عادي الابهام معهم من نسبة ايه بالنسبة للرأسيات يبقى كده مملكة الحمد يبقى كده خلاصنا الحمد والله التصنيف كله عندنا خمس ممالك بدايات طلعيات فطريات نبات حيوان كده اللهم لك الحمد والشكر يعني خلاصنا التصنيف كله كده مراجعة كده سريعة يعني عايز اقولك والله التصنيف ده سهل جدا وبديهي بديهي بس عايزك تركز بس معنا مداخدش ان معلومة صعبة تركز كده تلاقي دينها سهلة ان شاء الله لو محتاج اي معلومة تفصيلية في التصنيف او اسئلة على التصنيف احنا نزلنا حلقة كاملة ساعتين تقريبا او ساعتين والتلت كده موجود على التصنيف كله بكل حاجة والتفاصيل باسئلة الامتحانات بكل حاجة هسيب لك ان شاء الله لينك بتاعها في الكمنت او هسيب لك في اخر يعني ايه في الديسكريبشن او في الاندسكريين او في الاي اللي موجودة فوق ايان يكن وبعدها تلاقي مواجعة الوراثة موجودة على القناة هتلاقي كل حاجة موجودة على القناة ان شاء الله يعني ما كان من توفيق وفضل فمن الله وما كان من تخصير او نسيان او خطأ فمن الشيطان سامحونا اذا اننا نحاول نسايتك على قد ما نقدر سامحونا على اي خطأ ممكن يكون موجود سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته